الله الرحمن الرحيم درسنا النهاردة عن حاصل الدرب الديكارتي جزء الاول من الدرس هنتكلم فيه عن الزوج المرتب الزوج المرتب من اسمه هو مقدار بيعبر عن شيء له خاصيتي زي نقطة اقول ان الف المسقط الاول به المسقط الثاني الف المسقط الرأسي الافقي به المسقط الرأسي الف احداث السيني به احداث السادي وهكذا مرتب يعني الترتيب مهم فيه فالف به غير به الف ممكن امثل الزوج المرتب ده بيانيا اقول النقطة ديت الف به وبالتالي يبقى ده مسقط النقطة على محور سين وده مسقط النقطة على محور سين اول حاجة اعرفها عن الزوج المرتب ان الزوج المرتب حاجة والمجموعة حاجة دي اول حاجة تاني حاجة ان الف به بما ان الترتيب مهم لا يساوي به الف به الف هقدر اعبر عنها برضو لها مسقط على محور سيني ولها مسقط على محور ساد يبقى ديت به الف لان قيمة الف غير قيمة به فبالتالي الف به لا تساوي به الف طيب امتى الزوجين مرتبين يساوي بعض او نقطتين يساوي بعض زي الف به وسين ساد اذا كان الف يساوي سين وبه يساوي ساد الحالة دي اقدر اقول ان الف بتساوي سين سود ودي بيجع لها مسائل كتير باشكال مختلفة زي انه هو يقول لي ابسطها ان الف به يساوي ثلاثة وخمسة فما قيمة الف وما قيمة به الف هتساوي ثلاثة وبه هتساوي خمسة ممكن يقول لي ان الف و اربعة تساوي خمسة وبه يبقى الف هتساوي خمسة وبه هتساوي كام اربعة ممكن يبدأ يصعب علي الموضوع شوي يقول لي الف تربيع واحد تساوي تساوي ستة وثلاثين وبه قصة خمسة الساوي المسقط الاول بالمسقط الاول والمسقط التاني والمسقط التاني وهكذا يبقى عندي الف تربيع هتساوي ستة وثلاثين يبقى الف هتساوي ايه جذر ستة وثلاثين هتساوي ست وعندي به قصة الخمسة هتساوي واحد يعني به هتساوي ايه واحد ممكن يبدأ يصعب علي الموضوع شوي يقول لي الف وسبعة تساوي به تربيع وابه برضو ابدأ اساوي اللي كل ما سقط بالتاني الف هتساوي به تربية دي مش هتحدد لي قيمة حد فيهم ولكن هتحدد لي علاقة ما بينهم وسبعة هتساوي به هنا قدرت اعرف قيمة واحد منه طالما سبعة بتساوي به يعني به بتساوي سبعة اعوض في التاني بالف هتساوي سبعة تربيع هتساوي تسعة واربين ممكن يصعب علي الموضوع الشوائية كمان يقول لي تلاتة وابه تساوي خمسة الف ناقص واحد واربعة الف برضو اساوي كل ما سقط باللي ينظره يعني معنى كده ان عندي تلاتة هتساوي خمسة الف ناقص واحد وابه هتساوي اربعة الف برضو ابدأ باللينا هقدر اطلع منه احد المجهولين اللي هو تلاتة تساوي خمسة الف ناقص واحد يعني خمسة الف هتساوي تلاتة زائد واحد يعني الف هتساوي أربعة على خمسة وفي الحالة دي به هتساوي أربعة في أربعة على خمسة هتساوي ستة عشر على خمسة رسالة تانية عشان نختم بيها الف زائد واحد وخمسة هتساوي ناقص اثنين وابه ناقص واحد عايز قيمة اثنين ألف زائد ب ألف زائد واحد هتساوي ناقص اثنين يعني ألف هتساوي كام ناقص ثلاثة خمسة هتساوي به ناقص واحد يعني به هتساوي خمسة زائد واحد هتساوي كام عندي به عندي ألف يعني اثنين ألف اثنين في ناقص ثلاثة زائد ستة اثنين في ناقص ثلاثة بناقص ستة زائد ستة يعني هتساوي 0 كل المسائل بتتبني على فكرة واحدة من نوع ده إن أنا بساوي المسقط الأول بالمسقط الأول المسقط الثاني بالمسقط الثاني أبدأ أشوف أحد المعادلتين واحدة منهم هتديني مجهول وأعوض عشان أجيب المجهول الثاني أو أحيل المعادلتين مع بعض عشان أجيب قيمة المجهولين اللي عادي ده الجزء الأولاني من درسنا وصلنا لنهايته أي أسئلة أي مسائل مش عارفين تحلوها ابعتوها لنا سواء على الفيسبوك على تويتر عن يوتيوب على الموقع مباشرة وإحنا هنحلها وهنردها عليكم في الدرس الكريم بالتوفيق إن شاء الله